الآن عن البرتبرال كولوم أو العمود الفقري العمود الفقري عبارة عن سلسلة من العظام المتصلة بتشكل محور مرن في الظهر هذه هي السلسلة اللي موجودة عندنا عبارة عن عظام متصلة ممكن تسألوني الآن إحنا ليه بنتكلم عن العمود الفقري مع أنه جالسين نتكلم عن الجهاز العصبي لأنه من خلال العمود الفقري بيمر سباين الكورد أو الحبل الشوكي يعني العمود الفقري بيشتغل زي الحامي أو الواقي للسفين الكورت بحيث أنه ما يتعرض لإنجلي أو إصابات مباشرة العمود الفقري بيتألف من مجموعة من الفقرات المتتالية هذه هي بإنظمة شايفين لأنها مرصوصة رص طيب نتعرف على أنواع الفقرات هذه لأنه مو كلها سواء كل جزء من العمود الفقري يطلق عليه اسم معين يكون مسؤول عن جزء معين فنبدأ من الفقرة الأولى للفقرة السابعة عبارة عن الفقرات العنقية سيرفايكال بيرتبري وهي عبارة عن سبع فقرات من C1 to C7 يجي بعدها Thoracic Vertebrae أو الفقرات الصدرية عبارة عن 12 فقرة From T1 to T12 T جاي من كلمة Thoracic T أول حرف من كلمة Thoracic Vertebrae أو الفقرات الصدرية بعدها عندنا Lumber Vertebrae أو الفقرات القطنية وعندنا خمسة فقرات قطنية وبنرقمها من واحد إلى خمسة بعدين عندنا فقرات العجزية أو الساكرم الفقرات العجزية إذا بتلاحظون إنه عبارة عن متحدة مع بعضها في عظمة في عظمة تسمى عظمة العجز بس هي عبادتها خمسة فقرات وآخر حاجة في النهاية عندنا عظمة القصة والكوكسيجيل أو الكوكسي عبارة عن أربع فقرات كمان متحدة مع بعض بتشكل لنا الكوكسي أو المعروف أيضاً بذيل العمود الفقري بالمختصر كم عددها؟ عددها 33 فقرة من خلالها بنلاقي إنه بيمر معانا إيش؟ سباينال كورت أو الحبل الشوكي وحن عرفنا إنه سباينال كورت بيمتد إلى تقريباً تحت أول عظمة من عظمات الفقرات القطنية ال-L-1 وبعد كده بيجي عندنا زي التفرع أو نفس شكل ذيل الحصان عبارة عن نيرفايبرز أو ألياف عصبية بتنتشر إلى نهاية الفقرات إذا بتلاحظون إنه في فتحات عندنا يمين ويسار هذه هي فتحة وهذه فتحة في كل فقرة عندنا فتحة يمين ويسار الفتحات هذه بيطلع منها ال-Nerf Roots أو الجذور العصبية أو الجذور العصبية أو تسمى بال-Introvertebral for Remina راح نشوفها في سلايد بعد كده برضو بين كل فقرة وفقرة من فقرات العمود الفقري يكون موجود عندنا ديسك أو قرص القرص هذا بيساعد على سهولة ومرونة الحركة الفقرات وإنه ما يصير فيه احتكاك مباشر للفقرات لو كانت فقرة فقرة مباشرة بيكون فيه صعوبة في الحركة راح يصير فيه عندنا آلام شديدة تعالوا كمان نتعرف على شكل الفقرة وإيش مكوناتها بوضح بعض النقاط اللي اتكلمت عنها في السلايد السابق وتركيب الفقرات اللي موجودة في العمود الفقري طبعا فقرات العمود الفقري ما لها شكل واحد فبنلاحظ انه مثلا الفقرات العمقية هذا شكلها الفرقارات الصدرية هذا شكلها الفقرات القطنية هذا شكلها لكن تقريبا تحتوي على نفس الستراكتر فبنلاقي انه عندنا جسم الفقرة او البرتبرا البادي وفيه عندنا القوس الفقري او نسميه البرتبرا الارج كمان في بعض الاجزاء الدقيقة زي البيديكولوس البيديكولوس اللي باللون التفاحي او العنيقات نسميها تكون كمان موجودة في بعض النتوءات بنلاقيها مثل النتوء الضهري او كمان بيسمى بالنتوء الشوكي اللي يكون باتجاه الظهر فيه عندنا اللامينة او الصفائح هذه اللي باللون البربل برضو السوبيلر او ما يسمى بالنتوء المفصلي عندنا الترانسفير او النتوء العرضي اش فائدة النتوءات هذه اللي انا تكلمت عنها انه بتتصل فيها العضلات والاربطة والمفاصل والفتحة هذه فائدتها انه بيمر من خلالها وبيتطلع معنا الاعصاب من هذه الزوايا او من الفتحات الجانبية زي ما انتو شايفين هنا بهذه الصورة هذه الفقرة بيلاقي انه هذا الاسباينال كورد بيمر من الوسط والاعصاب الشوكية او بتطلع طبعا احنا عندنا 31 زوج من الاعصاب الشوكية او الاسباينال نير بتكون خارجة من العمود الفقري وهذا يكون شكلها ترجمة نانسي قنقر